السلام عليكم يا شباب عاوز اكلمكم في الفيديو دى عن ميزة جديدة زي ما عارفين انه التطبيق بتاع نفهم بشكل اساسي انت بتقدر تدخل فتشوف الشروحات بتاعة اي درس من اول و لابتداء حد تلت سنة فلما بفتح الابليكيشن بالشكل بقى فبدوس ابدأ فبيجيب لي على طول الصف الاول الابتدائي لاني انا يعني مسجل ان انا مهتم بالصف الاول الابتدائي في المنهج المصري بس بقى علشان نشوف الميزة اللي عندنا دي وهي ميزة اسأل واجب فهنروح لمثلا صف دراسي في المنهج المصري الى وهو 3 سنوي بما انه الطلاب بتوع 3 سنوي ربنا معاهم والله في الايام دي هم عندهم امتحنات بعيدة الناف خلاصوا يعني في الوقت ده فغالبا المادة الجاية عندهم هتبقى اقتصاد فتعالوا نروح كده لمادة الاقتصاد ونجرب عليها الفيتشار دي بتفيد فيه هتلاقي انه في المادة بتاعت الاقتصاد طبعا بيقول انه الحاجات والموارد ومش عارفية بش راح هسيبت في فيديوهات وهكذا وبقية الدروس بعض الدروس المشروحة وبعض غير مشروح وهكذا والدروس بيتعملها قبضت دايما بفيديوهات جديدة وشروحات جديدة وهكذا بس مش دي الحتة دي هتلاقوا الجزء بتاع الفيديوهات واستخدام الموقع من ناحية الشرحة تحديدة موجود انا عملت له فيديو قبل كده بس المرة دي الميزة الجديدة او الزرار الجديد اللي هتلاحظوا انه موجود اللي هو مكتوب عليه اسأل واجب لو انا في مادة الاقتصاد ودست على الزرار بتاع اسأل واجب ده هلاقي هنا بيقول لي انه في 187 سؤال مطروح في مادة الاقتصاد في طلاب طرحوا 187 سؤال في الاقتصاد اغلب الاسئلة على نفسهم الحمد لله بيلاقوا يعني بيتجاوب عليها من بقى طلاب من مدرسين من منكم انتو نفسكم انتو بتسألوا وانتو بتجاوبوا على الاسئلة بتاعتكم واحنا بدورنا بندير العملية دي بحيث ان احنا نتأكد ان الاعجابات مظبوطة ان الاعجابات صحيحة وهكذا فهتلاقي مثلا انه تعال نروح للسؤال اللي هو الاولاني اللي طرحه واحد اسمه احمد الجاكال تقريبا اللي هو ايه نتاج المترتبة على ظهور علم الاقتصاد فهتلاقي هنا رقم بيقول لك اتنين اجابة لما بتفتحه بالشكل ده فبتلاقي انه اه الاجابات موجودة اهي فمستر مين احمد احمد ندا جاوب بيقول يعني بيجاوب على السؤال وفيه واحد تاني اسمه ايوب بيقول له ده رابط جيد هيجاوب على السؤال بتاعك ده اللي انت بتطرحه وهكذا يعني فبتلاقي الناس بتكتب الناس بتحط البعضها لان كانت تفيد في الاجابة بتاعت السؤال فالميزة بتاعت السؤال واجب دي انه طبعا في اعلانات علشان الموقع اه يقدر يكمل من الحوزة دايما بالقولها في كل فيديو ان علشان موقع يقدر يكمل فلازم اه يكون في اه يعني دايما اعلانات اه او التطبيق يعني او الموقع بصفة عامة يعني او نفهم من هي منصة بصفة عامة فليها applications موجودة على الاجهزة الاندرويد والايو اس والويندوس فون وكذا وكمان البلاتفورما بتاعتنا اليانافهم دوت كوم فالمهم انه هتلاقي بقى الكلام ده في كل مادة تدخل على الفيزياء هتلاقي انه فيها برضو عدد كبير من الاسئلة اللي متجاوب عليها الاسئلة ديميل اللي بحطها زي ما قولنا في البداية الاسئلة بينطل اللي بتترحوها دوس على الزرور اللي اسمه اسأل واجد فبيقول لك فيه اربعة وخمسين سؤال مسؤول في مادة الفيزياء وبيجيب لك من اللي سأل السؤال ده ومن الناس اللي جاوبت على السؤال ده وعدد الاجابات الموجودة في كل سؤال فيعتبر ده بنك اسئلة انتو بنفسكم كطلاب انتو اللي عملتوه انتو اللي عملتو بنك الاسئلة ده انتو اللي كاريتو الاسئلة دي انتو اللي طرحتو الاسئلة اللي انتو مش عارفينها وانتو بنفسكم برضو بدأتوا تجاوبوا على الاسئلة دي وتساعدوا بعضكم إلى جانب طبعا مدرسين دورهم أساسي في العملية دي من ناحية بقى أنهم يجاوبوا على الأسئلة الطلاب ما جاوبوا هاش يرجعوا الأسئلة دي وهكذا فتقدروا تدخلوا على الابتكيشن دلوقتي وتستفيدوا أنه حتى تتصفحوا كده حتى لو أنت مش عايز بقى أنت كنت نجاكر الدروس ومراجعها فتقدر حتى تتصفح بقى الأسئلة وتساعد زملائك في أنه أنت تجاوب عليها أو أن أنت حتى تشوف الأسئلة لأنه أكيد يعني معظم الأسئلة اللي جات في دماغ زملائك أكيد هتيجي في دماغك برضو أن أنت تشوف الأسئلة دي الأسئلة اللي زملائك طرحوها وإزاي تجاوب عليها فتبدأ أن أنت حتى تستفيد وتتعلم وتفيد غيرك بأن أنت تجاوب لهم على الأسئلة اللي هم مش عارفينها وتساعدهم فتبقى أنت استفدت بالمعلومات أنت ما كنتش عارفها وفي نفس الوقت أفدت زملائك على مفهم بمعلومات هم ما كانوش عارفينها وده المبدع الاساسي فيه دايما كل حاجة بتعملها نفهم ان هي ايمة على انه الناس بتتشارك بالمعلومات بتاعتها علشان نساعد بعض فنبقى كلنا في النهاية عندنا يعني بنستفيد او بنفيد وبنستفيد في النهاية من خلال نفهم اتمنى ان شاء الله انه الفكرة دي تنشروها وتنزلوا الابليكيشن وتستخدموه وتستفيدوا من الخدمة اللي هي كانت موجودة قبل كده فعليا وهي خدمة الشرح والخدمة جديدة اللي بقت متاحة على الابليكيشن وهي خدمة اسأل واجب وتكون ان شاء الله بتستفيدوا فعليا من الخدمة دي شكرا ليكم سلام عليكم